شاحنات اطفاء الحراءة قد تابعة لمصالح الغابات بالكاف تحولت هذه الايام الى شاحنات لتعقيم المدينة وتعقيم عدد من المؤسسات في الجهاء فاننا مواصلون لعملنا للمحافظة على الغابات والمصيد وكذلك التدخل في اي مكان من كامل الولاية عند الطلب توفر المؤسسات متجفال ونحن لدينا 12 شاحنة حراءة قد غابات موضوع على ذمة المؤسسات ولجنة الجهوية الكوارث المجهودات تركزت اليوم على تعقيم المستشفى الجهوي بالكاف وعدد من المؤسسات الادارية بمعتمدية ساقية سيد يوسف بعدما شملت تدخلات هذه الشاحنات في الايام الماضية مختلفة المؤسسات الادارية بكل من نبر وقلعة سنان تم تعقيم مدينة الكاف بواسطة 3 شاحنات والمستشفى الجهوي وكذلك المحطات النقل العمومي بمدينة الكاف نهار 20 كذلك بلدية التويرف بلدية نبر بلدية قلعة سنان على مرتين واليوم باش نزيد نواصلوا المشهودة بتاعنا باش نعاونوا بلدية الساقية ومعتمدية الساقية كذلك المستشفى الجهوي باش نرجع له نظرا لأهميته الصحية من جهة أخرى أكدت دائرة الغابات وضع جميع إمكانياتها على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بهدف معاددة الجهود المبذولة للتوقف من فيروس كورونا انخراط من عديد المؤسسات في بلادنا لمجابهة فيروس كورونا خاصة مع تزايد حالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر